بسم الله الرحمن الرحيم بعد العملية نقول المريض لو عاملين العملية عشان وجود الم في الخصية والسائل المنوي طبيعي لبقى المريض ده بعد العملية مش محتاج اي تنشيط للخصية مش محتاج ان شاء الله بعد كده اي مسكينات او اي ادوية ان شاء الله الالم بيختفي تماما بعد العملية طيب المريض اللي عامل العملية عشان تأخر في الانجاب او كان ابتدى يحصل تأثير في السائل المنوي اه المريض ده في الحالة دي بنقوله ان حضرتك بتحتاج لتنشيط للخصية بعد العملية التنشيط ده بيتم لمدة تقريبا ثلاث شهور بعد العملية وبنقيم بعدها حاجة من اثنين نقيم السائل المنوي نشوف وصل للمعدلات الطبيعية ولا مازال في بعض التأثير وبنقيم حدوث الانجاب الطبيعي فلو حصل انجاب طبيعي في خلال الثلاث شهور دول خلاص بنوقف المنشطات وبكده المريض يكون الحمد لله خلاص تعافى ومش هنحتاج اي ادوية تانية لو السائل المنوي وصل للمعدلات الطبيعية في خلال فترة الثلاث شهور خلاص برضو في الوقت ده بننصح برض ان احنا بنوقف المنشطات للخصية بعد العملية طيب لو المريض مازال في بعض التأثير ابتدى يحصل تحسن بس ما وصلناش للمعدلات الطبيعية بابتدى اقرر العلاج للمريض مرة تانية وبدل المنشطات مرة تانية لمدة ثلاث شهور اخرى وقيم بعد الثلاث شهور دي فلازم ان انا اوصل بالسائل المنوي ان شاء الله بعد العملية للمعدلات الطبيعية او يحصل الحمل الطبيعي تقريبا الوقت اللي احنا بيحتاجه المريض تقريبا من ثلاث شهور اللي سنة طيب بناء على ايه بناء على حالة المريض قبل العملية لو التأثير شديد قبل العملية العدد قليل جدا الحركة ضعيفة جدا او عيهانا بلاقي ما بيكونش فيه عدد بسبب الدوالي لا المريض ده غالبا اتوقع انه يحتاج فترة طويلة شوية ممكن تصل لسنة بعدها ان شاء الله يحصل التحسن طب المريض اللي التأثير كان لسه بسيط او كان لسه تأثير الدوالي في درجات الاولى ده المريض ده بقى اتوقع ان شاء الله ان انا اوصل به او يحصل تحسن في اول ثلاث شهور بعد العملية واحيانا فيه مرضى ما بيكملوش الثلاث شهور بيحدث يعني حمل طبيعي للزوجة في اول ثلاث شهور بعد العملية ودي بنشوفها كتير جدا الحمد لله طالما ان احنا مختارين التقنية الصح المناسبة للمريض والعملية اجريت ان شاء الله بشكل نجاح انا سعدت بحضراتكم النهاردة وبنتمنى لجميع مرضانا الشفاء العاجل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته